اطلعت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في قصر الإقضابية اليوم على تقرير وزارة الدولة لشؤون المتابعة حول تصنيف الملاحظات الواردة في التقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك بناء على تكليف اللجنة لها حيث اعتمد في هذا التصنيف معايير إدارية وقانونية وقد استعرض الاجتماع عدد الملاحظات التي تضمنها التقرير والتي بلغت 462 ملاحظات تم تصنيفها على ثلاثة مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها كالثالي عشون شبهة فساد تحال إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وثمان وثلاثون ملاحظة تحال إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلية وأربعمائة وأربع ملاحظات إجرائية تحال إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتشمل شبهات الفساد العشرين ثمان حالات في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وسبح حالات في شركة ألومنيوم البحرين ألبا وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين بابكو ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان وقد تم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة هذا ونقش اجتماع اللجنة الخطوات التي تتبع عملية إحالة الملاحظات للجهات المختصة مع وضع أطر زمنية لها وقد أبدى صاحب أسم الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ارتياحه لمستوى أواتيرة العمل الذي تم قطعه في سبيل الوقوف على المخالفات وحقيقة التجاوزات الإدارية والمالية وللخطوات الجادة في أعمال المحاسبة حفظا للمال العام وإدارته حسب ما يتم التأكيد عليه دوما من مبادئ الشفافية والمحاسبة ضمن إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وقال سموه إن لجنة تنسيقية وفريق العمل المنبثقة منها لمتابعة ما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التزم المنهجية والموضوعية في التعامل مع المخالفات وتجاوزات الواردة منوها سموه بدور الوزرات والجهة الحكومية المعنية حسب توجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تسيير المهام المنوطة باللجنة وفريق العمل عبر ما أبدوه من تعاون في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر